موسيقى يعني باختصار يا دكتور احمد نوجه نداء لجميع المحافظات لجميع المحافظين في كل المحافظات نعم احنا دلوقتي بننوه ان احنا عندنا صروة ضخمة جدا جدا نمتلكة واحنا مش مستغلين الصب عندنا ظاهر صحراوي في جميع المحافظات محتر وربنا حبانا ببيئة ممكن نستغلها ونستغلها صح وتعوضنا عن الكثير من المشاكل اللي احنا بنعاني منها وطبعا اهمها زي ما احنا عارفين اللحوم وزيادة اسعار اللحوم وعندنا عجز فيه اللحوم احنا عاوزين نعوض هذا العجز زي ما بقول الدكتور احمد مش مطلوب اكتر من خمسين فدان في كل محافظة فيها زهير صحراوي وما فيش اكتر من الاراضي الصحراوية اللي عندنا في جميع المحافظات خمسين فدان هنعمل بيئة مناسبة لتربية الجمال القبل في جميع المحافظات وشوية شوية يتم تنمية هذا المشروع ويبقى عندنا ممكن نصل لاكتفاء ذاتي من اللحوم والله ممكن يا دكتور والله ممكن نصل لاكتفاء ذاتي من اللحوم بس خلينا نفكر يا جماعة خارج الصندوق مش كل تفكيرنا في الماشية الجموس والبقر الجموس والبقر وكذا يا جماعة احنا عندنا هو صاروة تانية عاوزين نستغل البيئة اللي موجودة عندنا في مصر اللي هي فعلا محببة للقبل اللي هي مناسبة للقبل وتجهيزات مزارع القبل مش محتاجة تجهيزات زي ما قاله الدكتور احمد انا عاوز مساحة مفتوحة خمسين فدان تجهيزات بسيطة جدا وخليه الطاقة شمسية وبير مش محتاج ميزات خاص معينة مش ميزات خاص معينة يا جماعة ارجوكو يعني داني دا للمحافظين في جميع المحافظات خلينا نفكر التفكير الصح خارج الصندوق اللي هو فعلا يحل المشاكل اللي احنا بنعاني منها